اشتركوا في القناة في تفسير قول الحق تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا في تفسير هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى أخذ الله عز وجل على بني آدم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم وقال أشهدت عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهدت عليكم أباكم آدم ثم جعلت إلى يوم القيامة حتى لا تأتوا وتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم أرسلت عليكم رسلي وأرسلت وأرسلت عليكم كتبي ثم فقالوا نشهد يا رب في عالم الذر نشهد يا رب أنك أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا معبود سواك ثم رفع لهم أبوهم آدم فرأى آدم الغني والفقير من أولاده فقال لله تبارك وتعالى يا رب لما لا تجعل عبادك كلهم أولاد يعني كلهم سواء فقال الله عز وجل إني أحب أن أشكر يا آدم إذن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكرها عبادك لي بقى لي جعل غني وجعل فقير وقال آدم عليه السلام لربنا اجعلهم سواء شوف رحمة أبونا آدم بينا حتى يعني لماذا تجعل هذا فقيرا وهذا غنيا قال جعل الله تبارك وتعالى الفقر والغنى حتى يعلم من الأغنياء من يشكر الله عز وجل ويعلم أيضا من الفقراء من يصبر أيضا ومن يشكر الله عز وجل ولذلك قال في الحديث وهو إسناده صحيح هذا الحديث حينما قال إني أحب أن أشكر من عبادي لما يحب أن يشكر يبقى أنزل الابتلاءات من الغنى والفقر حتى يرى الشاكرة والصبر ومش بس كده لا ده الله سمى نفسه الشكور قبل أن يوجد شاكر له من عبادي صحيح وعلى ذلك إياك أن تحسب أن الله ليس شاكرا لعبدي ده هو شاكر لعبده بس لكثرة شكر الله لعبدي ولعبادي فقد سمى نفسه شكورا بصيغة المبالغة من أجل ذلك لابد أن نفهم أن صفة الشكر دي لابد أن تكون فينا جميعا وقد قلتم أيضا أظن في تعريف يقول لك من لم يشكر الناس لا يشكر لأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى والنبي قال تخلقوا بأخلاق الله عز وجل إذن لابد أن يكون هذا الشكر صفة بيننا حتى نفهم